بجد وأنا بقية بيشوف ناس بتيب بالفلتر أيوة لا دي حقيقة أنا شفتها كتير في العيال دكتور عايزة أكون زي الفلتر ده لا ما فيش حاجة اسمها كده لا أنا ما بتكلمش على ده يعني لو حد ده مثلا عنده خياطة برزة عنده حاجة ده بالعكس الطب رحمة إنه هو بيعمل حاجة زي كده وبيعالجه نفسيا ده حاجة أفضل لكن أنا بتكلم على الحاجات اللي ملهاش لازم أني بتتعامل بشكل ده كلام مهلا ويجي دور الدكتور اللي يعرف يقول لا زي ما قلت في الأول ويقول لها أنت مش محتاجة ده وإحنا لسه بدي يعني إحنا نبدأ ده ويرجع لها يعني بوستها وفعلاً بيجوا 18 سنة يا دكتور آه أحياناً بصحبة والدتها والدتها وكده آه أحياناً آه ممكن تيجي بصحبة والدتها ونقعد ونتكلم وندردش نشوف هي فعلاً محتاجة ده ولا مش محتاجة ده ونتكلم كده ونزبط نفسيا وبعدين تيجي لأنه يعني العامل النفسي مهم جداً هو اللي محرك 90% يمكن من البيشنس اللي بتيجي العيان طبعاً العامل النفسي مهم جداً وفيه حاجات بتأثر على نفسية أي عيانة مهما كان عمرها أو عيان حتى لا حي كمان السوشيال ميديا يعني ليها تأثير كبير قوي في الموضوع ده طبعاً طيب خلينا نتكلم عن البوتوكس والفيلر لأنه من أكتر البرسيدجرز أو من أكتر الإجراءات التجميلية اللي بتتعامل لأنها أسهلها كمان بالضبط أولاً البوتوكس والفيلر يعني إيه الحالات اللي بنستخدم فيها بوتوكس إيه الحالات اللي بنستخدم فيها فيلر وأي سن حضرتك قلت يا قال من 18 سنة لا والأضرار هل ليهم أصلاً أضرار في المستقبل ولا لا لا هو كده كده بوتوكس إحنا يعني يعني أعلم بنتلع بقى فوق 18 دي بشوية كويسي إحنا الفرق ما بين البوتوكس والفيلر البوتوكس ده عبارة عن توكسن بنحقنه في العضلة بنضعفها شوية وده بنحتاجه وقت لما الخطوط السبتة اللي بتزهر لما بنبدأ نحرك وشينة أو نعمل حركات معينة فلما الخطوط دي بتبدأ من خطوط التعبيرية بدل ما تبقى متحركة تبقى ستعتك تبقى بقية سبتة وقتها نبدأ نفكر إن احنا نعمل بوتوكس الفيلر دي مادة مالئة يعني بنعمل فيها فيلنج من اسمها فيلر لما يحصل مثلا كبرنا شوية في العمر خسرنا وزن حصل أي حاجة غيرت من يعني أو الرسمة بتاعته الشنة فضيقتنا فبنلجأ وقتها للفيلر بنقدر نملة بيه نرفع بيه الشنة نقلل من علامات تقدم السن كل حاجات دي بنقدر نعملها باستخدام الفيلر فده باختصار الفرق ما بين الفيلر وما بين البوتوكس الأضرار بقى الأضرار هو ما فيش حاجة مالهاش أضرار فاحنا بنعتمد على كذا حاجة أول حاجة ودي أهم حاجة طبعا الدكتور الدكتور الشغال تاني حاجة المكان يكون مكان أنا واثقة فيه عارفة هو بيستخدم ايه كويس قوي البرودكت اللي بتستخدم دي بتستخدم ايه وبعدها غالبا ما بيكونش فيه أضرار ما بقولش ان الحاجات دي مالهاش كومبليكيشنز أو أضرار لها بس أنا لو عرفت اختار دكتور صح واثق عارف هو بيعمل ايه دكتور دكتور شغال وبيشتغل في مكان ثقة المكان ده أنا عارفة هو بيدخل وبيستخدم ايه لانه للأسف دلوتي بقت الحاجات دي في منها حاجات مش ثقة قوي وقتها أنا هدخل وأنا متطمنة لان دكتور شغال فايم هو بيعمل ايه والماتيريا اللي هتتحطفه الشي أنا واثقة هي ايه وجاي منين وملخصة من وزارة الصحة وكل كلام ده وقتها أنا مش هيبقى عندي اي أنواع الخوف لانه نسبة الضرر هتبقى قليلة جدا تكد تكون مش موجودة